كشفت وزارة البترول عن أن أعداد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي شهدت زيادة نسبتها تصل إلى 45% حتى نهاية يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوزير البترول طارق الملة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز لتموين السيارات قواقود وخطة الانتشار السريع لمحطة التموين بالغاز وأكد وزير البترول أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ خطة الدولة لتوسع في استخدام الغاز في السيارات والإسراع بخطة الانتشار السريع للمحطات